السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته حسن العاقبة وأن هناك مستقبلا مضمونا أو مخلصا سيأتي ليخلصهم مما يعانون عنها كل هذه القضايا سأحدثكم اليوم وبطريقة أحاول فيها أن أمضي عميقا في هذه المجادلات على أمل أن أقدم لكم خلالها شيئا جديدا مختلفا يسبر أغوار النفس البشرية والتاريخ والحوادث البشرية عبر التاريخ فكونوا معي ألاحظ في نسبة كبيرة من التعليقات سواء في قناتي أو بشكل عام فكرة وجود إسلام صحيح الأمر يثير الاستغراب فعلا أن هناك دائما رغبة عد الناس بأنهم يؤمنون بوجود شيء اسمه إسلام صحيح معنى المعاني أنه كل ما حدث هو ليس بالإسلام الصحيح وأن الإسلام الصحيح سيأتي في يوم ما بعد معاناة وأن كل هذه المعاناة هي بطريقة أو بأخرى هي التجربة لهذا الإنسان ومحاولة لأن يتعلم هذا الإنسان ويتقن مفردات أو مبادئ هذا الدين الصحيحة وبما يسمح له بأن يعيش في طريقة جيدة هذه الفكرة هي فكرة ليست جديدة أنه هي أعتقد جزء رئيسي من تكوين الإنسان عموما سواء كان مسلم أو غير مسلم وأيضا هي فكرة منتشرة في جميع الأديان على الأطلاق تقريبا كما على الدعي وهذا بالتالي يشي بأن الأديان هي أتت أو وجدت بسبب هذه الحسرة أو الرغبة البشرية بوجود شيء صحيح وشيء يضمن لهم الحياة والأمان بشكل عام هذا الهاجس الانتظار أو فكرة الانتظار طبعا هي مغلفة دائما بتمنيات الإنسان وحاجاته التي الأساسية للأمان والرزق والدوام والصحة وما إلى ذلك هذه الفكرة هي أخذت مداها داخل العقول والنفوس وظهرت على أشكال مختلفة حسب كل ثقافة وكل دين كما قلت فكرة الانتظار هي أو مفهوم الانتظار لا يخص الديانتين مثلا الديانات توحيدية اليهودية والمسيحية أو الإسلامية بل هي موجودة في جميع الأديان وسأناقش في نهاية هذا الفيديو مسألة التاريخ تاريخ فكرة الانتظار لكن الآن سأناقش في الجزء الأول من الفيديو مفهوم الانتظار أحنا أقول نحن نطلق على أهم القيم الدينية بين جميع الديان الأجان تقريبا فنجد نكتشف بأن جميع الأجان تمتلك هذه الصفة بأنها تمنح المؤمنين نوعا من الأمل ولكن بعد فترة زمنية في الوقت نفسه نجد أن هذا الدين لا يعترف بالزمن أو أنه يعتبر الزمن هو شيء حادث لا يمكن الاعتماد عليه فهذه هنا نجد مفارقة كبيرة جدا بين دين لا يعترف بالزمن ويعتبر بأنه ثابت وصحيح فبالتالي أي شيء ثابت هو ساكن لا يمر عليه الفساد أو الزمن أو اللحظات الزمن التي تحدث فيه تغيرا وهذا الفكرة هي نابعة من حاجة الدين لأن يثبت قيم الإنسان في ذهن الإنسان لكي لا يشذ أو يحيد عن الطريق أو يبدأ طريقا جديدا خاصا به إنما هو يتبع طريق القطيع الديني الذي ينتمي إليه هنا نلاحظ بين الدين الأديان وأهل الأديان لا تحدث ضد الأديان المسألة يشد ضد أو ما محاولة لوصف المأزق البشري أو فهم السيرة البشرية المؤلمة التي نحن فيها أو الورطة التي وجدنا فيها داخل هذا العالم ومشاكله التي لا تنتهي وأيضا مخاطره وبالنتيجة مخاطره التي لا يمكن تفاديها بدليل أننا نعاني الأمرين حتى نصل إلى المعاناة الكبرى وهي لحظة الموت واللي يعتبرها ليست اللحظة الخطيرة في حياة الإنسان إنما اللحظات الخطيرة هي موجودة داخل الحياة نفسها المهم هذا ليس موضوعنا موضوعنا الآن انتظار فقط ولا الموت الأديان دميعا بالتالي هي ظهرت لكي تقدم أو توفر الإنسان نافذة أمل أو فرصة أمل أو بارقة أمل لكي يسير في هذه الحياة وتعطيه شيء يعني أمل أو تمنحه شيء من المعنى لكل ما يفعله وبالتالي هو أدما يكون ضمن المجموعة البشرية الخاصة بدينه أو جماعته هو يشعر بأنه له قيمة وهذه القيمة تتضح ليس من خلال ذاته فقط بالخلال تواجده داخل الجماعة وهذه الجماعة هي التي تمنحه بالتالي ردة فعل تمنحه القيمة فالقيمة تصير تصبح عملية تبادلية بين الأطراف جميعا من هنا ظهرت قيم كثيرة لتوفير هذه العلاقة التبادلية مثل القيم الصبر مثلا العمل الصالح الخوف من اليوم الآخر تحمل التحمل يعني أو تحمل المصائب أيضا أداء الفرائض مهما كانت قاسية أداء الواجبات الدينية واجبات الاجتماعية كلها على أمل وجود شيء سيحدث في المستقبل أو أن هذا الإنسان سيحصد نتيجة ما فعله في حياته سواء في الدنيا من خلال يعني المكانة الاجتماعية التي سينا لها في الدنيا أو ما يسمى بالدنيا طبعا هاي كلمة بين قوسين أو في الآخرة بعد الموت والآخرة بالنسبة إليه هي أنه حين يذهب إلى دار الآخرة التي سيجد فيها جميع الرموز الكبيرة التي آمن بها مثل الأنبياء والأولياء والآلهة التي يؤمن بها سواء كانوا مسلمين أو سومريين أو هنود أو أي شيء هو سينتظر ما ينتظره في الآخرة ومثلا تجد كل شخص يحلم أو يتصور الأشياء بالطريقة التي تمت تغذيته عليها فهو المحص بدليل أنه عندما نجد أمرأة مثلا حوادث مشهورة يعني تمر بتجربة موت مدة نصف ساعة موت سريري وتصحو لتجد نفسها كانت تحلم بمريم العدراء مثلا أو الهندي يجد نفسه يحلم بفشنو أو هورا مزدى عند زرادشين وهكذا فكل واحد هو يطلع العجينة التي تم تمت صناعته منها فهو الإنسان وعجينة يتم صناعتها داخل جماعته فعندما يولد الطفل هو بالتأكيد دماغه قابل لأن ينعجن بالطريقة أو ينحط بالطريقة التي تراها جماعته مناسبة أو هي جماعته ليس شيء آخر سوى أن تعلمه ما تعرفه ليس هناك من سبيل آخر لتربيته إلا بالطريقة التي تعلموا عليها والتي أصدا نتاج حياتها داخل هذه البيئة التي ولدوا بها وشروطها وظروفها وتجاربها ومصعبها والأشياء المتوفرة فيها والممكنة هكذا يصبح القيم كل جماعة كل جماعة نستطيع القول لديها دينها الخاص فكلمة الدين هنا المفهوم بالنسبة لأرجو أن كثير من أصدقاء يفهمون ما أقصده بكلمة الدين أو مفهوم الدين أنا أقصد أي منظومة أو أي نظام علاقات يحدث داخل أي جماعة أنا هذا أسمي دين لا علاقة لي بأي تعريف آخر وذلك بعض يقول أنه الدين الإسلامي هذا صحيح وذلك خطأ ويناقشون مجادلات بيزنطية أو نصية أنا لا أحفل بهذه التعريفات بالنسبة لأي جماعة حتى لو كانت جماعة علمانية جماعة إسمالية جماعة شوعية جماعة فاشية أي جماعة كانت حتى جماعة مشجئة كرة القدم أعتبرهم بعض المشجئين أعتبرهم الذيهم دينهم الخاص وعرافهم وتقاليدهم الخاصة فأي جماعة من هذا النوع هي بالتالي هي تنقوي على عقيدة دينية إلها لغتها إلها شعاراتها إلها طقوسها إلها بلابسها إلها لغتها الخاصة إلها مؤتقداتها حتى فرق يعني مشجئي كرة قدم ويسل فرق هؤلاء لديهم هذه المواصفات كلها والمقدسات التي ينطون عليها بمواجهة أي مقدسات أخرى وهذا هو اللي يولد بعد ذلك حروب بين المقدسات لأنه مقدس مع مقدس لا يمكن أن يجتمع صعب لأنه كيف يجتمع مقدسان هناك مشكلة لا بد أن هناك يصير تراتبية وهذه التراتبية هي اللي بعد ذلك ولدت التوحيد ووجود إله أعلى لا بد أن من وجود مقدس أفضل مع العلم أنه وفقا للتعريف المقدس هو ثابت ومثالي لكن هذا هكذا حال البشر يعني يؤمنون بما يعجبهم ويوفقون بين الأشياء جميعا وهي بالنتيجة الإنسان يبقى يبقى عايش على أمل الوصول إلى درجة المطلق أو درجة المقدس التي يصبوا إليها وكل واحد حسب طريقته بالتالي ناس تؤمن بتعاليم الدين الموجود لديها وعلى أمل الشفاعة في الدنيا أو الآخرة أو الملكوت بالنسبة للمسيحيين أو النيربانا بالنسبة للبوذيين وهكذا مجاهدة الناس بالتالي ومحاربة نزغات الشيطان بالتعبير الديني الإسلامي وهي الكفيلة بتحقيق حلم هذا الانتظار أو الغاية من هذا الانتظار أو القول الذي ينصب إليه الإنسان طبعا الشيطان هو الإنسان نفسه هو الشيطان هو النفس نفسه معنا معنا الإنسان ككل والهدف هو دائما أنه لا بد أن تضحي بذاتك من أجل الجماعة ومن أجل أن يتحقق ما تنتظره لأنك لا يمكن أن تنتظر شيئا خاصا بك إلا من خلال الجماعة حلم الجماعي هو حلمك الفردي ولا تستطيع أن تحلم لوحدك حتى الحلم تجد به الناس الآخرين وحتى عندما تحلم بالشيء وتنتظر شيئ أنت تنتظر أن يتحقق حلمك على الأرض هنا وبالحقيقة أما في الآخرة فهو جزء من اللعبة البشرية الانتظارية لا صحة تسميه لكن السؤال لماذا الإنسان يصدق أو يؤمن بأن هناك ضوء في نهاية الطريق أن هذا الانتظار سيحقق النتيجة النهاية بالحقيقة هو الانتظار مريح للإنسان إنسان يولد ويجد نفسه وسط عالم غامض خرج من عالم أيضا أكثر غموضا من عالم الرحم من حيث صحة تسميه من اللاشي أو العدم إنما هو مجموعة عناصر وخلايا اجتمعت مع بعض وولدت هذا الإنسان زرعت هذا الإنسان في الرحم رحم الأم وخرج إلى هذا العالم لا يعرف أي شيء عنه ليست لديه أي فكرة سابقة عنه لكن لديه إمكانات هذه الإمكانات هي التي ستسمع له بأن يواصل الطريق وهناك غرائز تجعله دائما يأمل بشيء لأنه أنت لابد أن تحلم بشيء لابد أن لما تولد أن تبحث عن الطعام وفكرة البحث عن الطعام هي لابد يحتاج لها شيء لأنه أنت تجد مكانك تجد مكان تنطلق منه وتحدد يعني مسألة تعيين المكان أنا سميه الإنسان تثبيت من الثابت هذا الثابت لابد كل إنسان أن يبدأ به مو إنسان كل كأن حي أنت لا تستطيع أن تنطلق من أي مكان إلا عندما تثبت مكانك وتشعر بالمكان الذي أنت فيه بالتالي بالتالي تباشر بحركة لكن كيف تباشر بحركة ومن أجل ماذا هناك الحاجة للمحيط الخارجي هذا المحيط الخارجي لا بد أن تنطلق وتبحث عن شيء تنتظر شيئا من هذا المحيط الخارجي أما أن تبقى في مكانك وهو الأشياء تأتي إليك وهذا مستحيل أما أو أن تذهب بنفسك لكي تناله لأنه الإنسان يحتاج طعام لا بد أن يتحرك يحتاج أن يبحث عن مأوى هذه العمليات كلها عمليات يرادلها جهد جهيد وليس العملية سهلة هذه هي اللي سمحت للإنسان أن يتطور قلت أصدقائي أننا حين نطلع على أهم القيمة الدينية بين جميع الأديان سنجد أن الدين يعتمد بشكل أساسي أو جوهري على زرأ فكرة الانتظار داخل الجماعة البشرية التي يشرف عليها أو يثقفها أو يصنع يؤيد صناعة عقلها ومنطقها والقاعدة المعرفية التي يتعامل بها هؤلاء ويسير على نهجها جميعا يعني النهج أقصد الهيكل أو الأساس الفكري الخاص بهم هذه الفكرة لابد من أتها لأن المسألة مصيرية ذاته هذه الجماعة البشرية لا تمتلك غاية أو هدف لوجودها معا فهذه مسألة مستحيلة فبالتالي أي جماعة بشرية تحتاج أن وجود ثابت يجمعها معا عندما تفشل في التوعد أو الالتفاف حول هذا الثابت هذا معنى دمار وفشل هذه الجماعة وهذا الثابت ربما يكون صنم ربما يكون إله بالذهن ربما يكون كلمة ربما يكون خشبة بعض القبائل الإسرائلية أمود خشبة صغيرة على اتفاع متر ونص يعتبروا هي هاي أتت من السماء وهاي اللي يعبدونها وحسب ما تحدث دور كائم عن هذا مؤتقد هؤلاء وهؤلاء مجرد أن مرة انكسرت هذه العصى وجميع أفراد العشيرة أو القبيلة الصغيرة تقريبا انتهوا سقطوا على الأرض وغابوا كأنما أشرفوا على الموت والهلاك لأنه أعتبروا أن كل شيء في العالم أشبه بأنه سفينتهم سفينة ثقبت وسقطت في قعر المحيط فهذا هو فكرة الثابت داخل الإنسان وهو فعلا صحيح أنت أنت عندما تجد نفسك ضائع بوسط عالم غامض ودون نقطة ارتكاز فبالتالي أنت في حال الضياع ومتاهة لأولها ولا آخر هذا الإحساس الإنسان يتخلص منه عن طريق الإيمان الإيمان بأي شيء فكرة الإيمان بحذ ذاته هي جاية من الأمان فبالتالي هذا هو الغاية الرئيسية ومن أدها اشتقت كل هذه كل الأشياء القيم من طلعة الصبر كما قلت والخوف من يوم الآخر وهذه كلها الهدف هو إبقاء جذوة الانتظار متوحدة قلت أن الانتظار مريح للإنسان لأنه يشعر بحجم مرطته في هذا العالم وأيضا لأنه لا يستطيع التوقف عن التفكير ولو للحظة واحدة لأنه عندما يتوقف عن التفكير خارج الإطار الحي الفاعل ضمن عالم الحياة التي الذي نحن مجبرون على البقاء فيه وأن نقاتل كل شيء من أجل البقاء فيه التفكير لماذا نحن مصرون على التفكير أو فطريا نحن نواصل التفكير التفكير يعني أن هناك أسئلة ودائما داخل إنسان هناك أسئلة وداخل كل إنسان مليون سؤال وأمنية وهاجس ومخاوف وكل شيء داخل الإنسان هذه كلها دائما الإنسان يتعلم من خلال الأسئلة التي تطرح بها وأنه الطبيعة كما يبدو أو القوانين الطبيعة أو قوانين التطور حتى مت على الإنسان أن يمتلك عقلا دماغا دائما التفكير ودائما النشاط ولا يمكن أن يتوقف ولو للحظة واحدة الانتظار كان كما رأينا مفيد للناس بدليل نحن ما زلنا موجودين لهذه اللحظة هذا كان مفيد ليس للناس فقط للسلطات التي تتولى الإشراف على هؤلاء الناس كيف يشعل الناس مثلا صبورين ملتزمين بتنفيذ مشروع ما مشروع ديني مثلا يقول لك الدين الصحيح بدأنا بكلمة أنه هناك إيمان بوجود إسلام صحيح ولابد أن يمن بهذا الطريق لأنه الإسلام هو القطئ الصحيح هذا المقصود لكن لا يمكن أن يكون هناك قطئ صحيح أو دين صحيح مستحيل كلمة صحيح بحد ذاتها هي مثالية ومستحيلة تتحقق لا يوجد شيء صحيح ولا يوجد كلمة إسلام صحيح ولا يوجد دين صحيح لكن هي لا بد أن تعتقد بهذا الاتقاد وإلا فأنت في حالة متاهة كما قلت إنسان عندما يفتقد نقطة الارتكاز الخاصة به سيشعر بالضياء أشبه بخشبة وسط محيط فهذا بعض من تحرون إذا توصلوا إلى هذا إذا هذه قناعة لهذا السبب شغل الرجال الدين يعلمون الأطفال منذ اللحظة الأولى على الإيمان بالثوابت كما يسمونها ثوابت الدين هي هاي فكرة الثابت نفسها اللي يتحدث عنها أن هناك ثابت وهناك ثابت إلهي وأنك ستنتظر أنه أنت تولد من خلالها وتؤمن بهذا الثابت والعروة للوثقة تتمسك بالعروة للوثقة هي هاي نقطة الارتكاز أو المرساة التي يجتمع الجميع حولها بالنسبة للمسلمين وهناك مرساة أخرى حسب كل قوم وكل ملة وحسب في كل زمان ومكان هذا الانتظار هو اللي يجعل الحروب ممكنة أيضا ويجعل الجماعات ممكنة تتشكل وتتطور وتنمو وتحتل مناطق بلأنها تؤطيه فرصة للعمل أنه مبرر لماذا تعمل أنت؟ لكي تحقق شيئا ما أيضا معنى أنت في حالة انتظار أو أمل ستجنيه لاحقا هذا الأمل يصل بالبعض الناس إلى درجة التضحية بالنفس ولأنه يشعر بأنه هناك شيء حقيقي سيجنيه في النهاية حتى إذا كان هذا الذي يجنيه على حساب حياته لكن هو يشعر بأنه جزء من الجماعة هناك أولاد عائلة أخوة فيضحي من أجلهم وهو هنا تصبح تضحيته بأثر عكسي أنه يفقد حياته لكن الآخرين يواصلون الطريق هذا موجود حتى عند خاصة الجماعات الحيوانية أو المجتمعات الحيوانية خاصة عند الزنابير أو الدبابير والنحل تجد هناك حتى يضحون بالتكاثر الذكور والإناث يضحون بفرصتهم بالتكاثر لكي يوزعون العمل فيما بينهم ويصبح الذكور مستعدين حتى القتال حتى الموت ويقفون على باب المستعمرة الخاصة بهم فهذه الفكرة أنه يعتبر نفس الجزء من القطية الديني وأيضا لماذا لأنه حتى عندما نجد أنفسنا داخلنا ككل إنسان على حده تجد هو مكون من مليارات الخلايا والخلايا كلها تنازلت عن التكاثر فهذا التعاون لماذا تنازلت عن التكاثر لأنها تمت عملية تعاون مشترك فالكل يضحي من أجل الهدف المشترك وهو هذا الكائن الذي يسمى إنسان أو أي كائن حي آخر يعني متعدد الخلايا فيصير هذا التضحية لماذا لأنه كلهم ينتظرون في النهاية هذا الإنسان نجح في البقاء وفعلا هذه فكرة الانتظار هي التي بسبب قوانين التطور هي التي سمحت لدينا بأن تبقي أفراد مستعدين للتضحية والتعاون والإيثار بفضلها ولا فقط نحن الآن استطعنا البقاء كبشر حتى هذه اللحظة وكلمة لحظة أيضا علاقة بالزمن فاللحظة هذه لها عمق في الماضي وطبعا كانت صعب المستمعات القديمة تفطل إلى عمق الماضي لكن الآن بدأت بفعل فكرة التطور بدأنا نشعر بأنه الزمن إلى التأثير على الحاضر وعلى المستقبل أيضا تطورات الزمن وأنه هناك عملية تطور مستمرة في عمق الزمن يسميها هيكل باتجاه الروح المطلقة أو شيء من هذا القبيل بفكرة التاريخية هذا موضوع آخر المهم اللي يصير شنو الدين هو نجح بأن يمنح الأمل وفكرة الانتظار للجماعات البشرية فتشكل هذا الدين وهذا الدين رغم مساوأة الهائلة طبعا وتكاليف الباهضة جدا لكن نجح الدين بأن يحفظ تماسك الجماعة البشرية فصار تعاون مشترك الكاهن من جهه يمنح السلوى والأمل وأيضا يمنح القوانين ويشرف على التقاليد والعادات وأيضا الشريعة الخاصة بكل جماعة أيضا يكسب من جهه هو طاعة الأفراد المؤمنين وفي الوقت نفسه هو يكسب وقت يعني عندما يمنح هم الأمل وعلى أمل أنه يحققون شيئا في المستقبل هو راح يكسب وقت في الوقت نفسه هؤلاء يكسب وقت للتفكير في معالجة مشاكل الواقع بمازل عن تأثير التدخل الجماعة التي يشرف عليها أو يعظها بقيمه الدينية المبتكرة المؤمن من جهته ماذا يفعل يشعر بالراحة كان لدي هذا الكاهن أو الرجل الدين هو الذي يطيب لي جراحي ويسلحني بالأمل ويعني وحسن العاقبة كما يسميها المسلمون فبالنهاية هناك من سيأتي لي ويحل لي كل مشاكل سواء في هذه اللحظة في وجوار رجل الدين أو في اللحظة التي أغادر في هذه الحياة سأجد حسن العاقبة كما نقول ولحظة الحساب الأخير فبالتالي كل ما علي أن أسير مع القطيع وأشعر بالراحة والصورة تكتمل متى قدما يتهف هذا الشخص ويجد نفسه أمام مع الآخرين وهو يصلي أو يتعبد في جامع أو معبد أو معبد بوذي أو معبد هندوسي أو كنيسة مسيحية أو كنيسة يهودي قدما يجد نفسه مع الآخرين يشعر بالتمدد أنا هناك نوع من ابتداد أنه الأنا أصبحت جماعة وهذه الأنا تتوسع لتشمل حشود المصلين ويشعر بمشهد مهيب وأنه جزء من جماعة أو كائن ضخم هائل اسمه الجماعة الدينية هذا المشهد يشعر بالفخر والاحتزاز وما أسميه بالرهبة عدي حلقة عن الرهبة بها فكرة تفكير عميق في هذه المسألة الدعي العمق الخلاصة هذا هو الإيمان وهو كما قلت مشتق من كلمة الأمان والشعور بالأمان أي أن هذا الإنسان عندما يشعر بجماعة الموجودة معه هو يشعر بأنه ليس وحيدا هناك من معه وأيضا هناك من ينتظره ولا يهم بعد ذلك ماذا سيحصل كل شيء سيتم تجاوزه وكما يقول المؤمن بانتظار الفرج أو بانتظار قودو كما يقول سامويل بيكت الفقرة المهمة الأخرى الذي أريد أشير إليها لأن انتظار المسلمين مثلا على سبيل المثال من جماعات المؤمنة هم المسلمين انتظار المسلمين للمهدي هو من هذا النوع أيضا وبالتالي على الجميع انتظار تحقق ما يسمونه أو يعتقدونه بمجتمع العدل الإلهي يقولون عادة أنه الظروف لم تكن متوفرة يجدون حجزا كثيرة حتى تبقى يحافظون على فكرة هذا الانتظار لأنه لأنه إذا تخلص من فكرة الانتظار يحس بالضياع ويفقد المعنى وهو المعنى أصلا عندما نتأمل بمفهوم المعنى هو المعنى من المعاناة يعني هي مسألة ليست عقلية الكثيرون يتحدثون عن المعنى ومعنى الحقيقة ومعنى الحياة ومعنى ذلك الحقيقة الفكرة بأكملها لا لا يدركون كثير من شبط محاضرات أو المقالات حول هذا الموضوع لكن المعنى هي من المعاناة يعني هي ليست مسألة عقلية بالضرورة مسألة إلها علاقة بالحس والإحساس عندما تعني أو معنى الشيء هو معاناته فإنت بالتالي أنت تنفعل معه ولا يمكن أن تعانى من الشيء إلا أن تنفعل معه معنى المعاني هذا مسألة بعيدة عن العقل والمنطق يعني ليس بعيدة تماما لكن هنا منطقة بين العقل وبين العاطفة وعندما أقول عن معنى الحياة فنحن معنى المعاني كما أشوفوا معنى المعاني هاي كلمة نستخدمها كثيرا إحنا يعني نحقن أنفسنا أو ذواتنا الانفعالية المنفعلة ضمن فكرة التي نناقشها فعتى تراها يتحدث عن معنى الحياة أو معنى الانتظار أو معنى الدين فهو بالحقيقة يتحدث فلسفيا لكن الموضوع بيأكمل بجانب انفعالي عاطفي طبعا سلبا أو إيجابا انفعال سلبي أو انفعال إيجابي ففي كل الأحوال هو منطلقة انفعالي وليس عقلاني الانتظار الفكرة الأخرى الذي أثيرها يقول الانتظار هو بالنتيجة يعطل التطور وتقدم الإنسان أنت عدما تنتظر الشامانات أنت عطلت شيء بداخلك أي أنه هذا الانتظار يدمر كل ما يعني أغلب الطاقة الإبداعية الموجودة داخل الإنسان الفرد وعلينا أن نعترف طبعا في المقابل بأن الإبداع أو إمكانيات تطور الإبداع الإنساني أيضا مسألة خطيرة ومدمرة هي الأخرى يعني لا شيء يسلم من آخر يعني سيحن أننا نقول بأنه الدين يسبب هو سبب تخلف المجتمعات لكنه الإبداع أيضا هو أيضا سبب دمار المجتمعات فهذه الموازنة يجب أن نكون منصفين فيها ونفكر بها بطريقة محيادية ونعرف بأننا أنك دائما إنسان في مأزق أنه هل أنه يهزي الثوابت ويخلخلها أم يخرج عليها ويبدأ ويبتكر هنا السؤال فبالحالتين الدين هو عامل تدمير وأيضا من يبدأ وبالتعبير الديني يسمونه يبتدع أو يفتن وكل بدعة ضلالة كما يقولون وهم محقهم في هذه المسألة ولكن أحيانا لا يقولون أن هناك ضلالة مفيدة لا يقولون هذا لكن هناك ضلالات مفيدة كثير من الضلالات تضح أنها مفيدة وأمثلة ممكن أن ترك للآخرين للأصدقاء أن يجدون ضلالات ثبتة نجاحها وأهميتها بل وأهميتها الخطيرة بالتالي الواقع والتاريخ يثبت أن الإنسان لم تنجح حتى الآن في الموازنة بين تدميرين وعني تدمير الثبات والاتباع أم تدبير الإبداع والاختراع وهذا السؤال هو هل نحن هل هل نحن من أنصار تدمير الثبات والاتباع أم تدمير الإبداع والاختراع وعني بهذا أن الثبات الديني أن نحن مع تدمير الثبات الديني أو نزعة الثبات والاتباع التي يناصرها الدين بشدة أم نناصر من يدعو إلى الإبداع ومن يناصر الإبداع وفكرة التغيير والتغير والرادي كالية بالتغيير والاختراع هذا أيضا الفكرتان مدمرتان لكن دائما الإنسان يحاول أن يجد موازنة بين الاثنين العصر الحالي ينتصر أكثر للإبداع والاختراع لأنه أصبح الإبداع والاختراع مسألة لا لا خيار لأي مجتمع دونها لا بد أن التوازن بين الاثنين لا بد أن يكون موجود الديني هو يبقى طموح ثابت لكن ويحاول أن يثبت الزمن يثبت المكان يثبت الإنسان ولا يدعه يتحرك بعيدا عن حياظ هذا الدين وأسواره العالية لكن يبقى الهم الإبداعي أو التمرد على الدين يبقى هو التدمر التمرد والتدمر لا التدمير والتمرد كلمات مشتقة من أصول متقابلة فالفكرة أنه لابد أن نجد التوازن ويجب أن يخفف الدين من نزعتها أو الناس المؤمنين عليهم أن يشعروا بأنه هناك ضرورة للضلالة أن الضلالة شيء ضروري وحتى الكفر ضروري وحتى الإيمان الإيمان بالشيطان ربما الشيطان هو النفس البشرية الإيمان بهذا النفس البشرية أيضا مهم وليس بالجماعة وحدها الدين دائما يغلي بالجماعة على كل شيء آخر ويقول لك الأولوي للدين دائما لكن هذا كلام أصبح مدمر فعلا مدمر بأضعاف مضاعفة مما كان يدمر سابقا ولم تعود حجة الدفاع عن ثوابت الدين حجة مقبولة ودافع عن ثوابت الدين بقية لكن ابقتها عن ما يتعلق بالإبداع والعلم والابتكار لأن العلم والابتكار أثبت نجاحها ونجاعته بالعربية الفصيحة هذا صار شيء ناجع لأنني ما نحبها يكرهها لكن هي تقال مهم الآن الفكرة السادسة أو السابعة التي أقولها أنه هذا لا يعني بأنه دين كان يدعو لثبات فقط ويدعو للانتظار فقط لا الدين الجديد الرئيس مالية بحداتها والأديان العلمانية والشؤية أيضا تقدم فكرة الانتظار كلهم جميعا يحملون فكرة الانتظار حتى الملحد ربما للحال ليس هو جزء من الدين نفس الفكرة أيضا بها نوع من الثبات لكن فكرة الانتظار موجودة عند الرئيس الماليين ودائما نقول لك انتظر المال والنجاح وحاول واشتهد حتى تحصل على مبالغ كبيرة وتحقق أحلامك وتبني شركات وأعمال والنجاح أيضا فكرة النجاح أيضا تحمل الفكرة نفسها فكرة التنمية البشرية هي أيضا وأحلام الثراء والنجاح هي أيضا تخلي الإنسان يركض يركض بسبيل تحقيق شيء وكثير من الشباب خاصة والطموحين أو اللي أتهم طاقة عالية تم استغلالهم بفكرة التنمية البشرية أو أنه أبد المجهود مضاعف بسببها كثير من الشباب وخاصة يعني الذين يطمحون إلى أشياء كثيرة يصابون بخيبة أمل تاريخيا القسم الثاني من الفكرة حتى ورح أختصر كثيرا طوالت الفكرة انتظار كما قلت لا تخص الديانة اليهودية عندما نعود لليهود نجد أنهم ما زالوا الآن لحد هاي لحظة ينتظرون عودة المشيئ المشيئ هو سيعود وهذا أيضا ارتبط مع البروتستانت خاصة البروتستانت المسي يهودية كما يستسمى هؤلاء يؤمنون بأن عودة اليهود إلى إسرائيل هي ستؤذن بعودة المشيئ وهم يطمحون إلى عودة المسيح المسيح المسيحي وليس المسيح اليهودي فهم يعني شوفوا الفكرة كيف تصطدم الأفكار مع بعضها هما هؤلاء هما يتهمون اليهود بقتل المسيح أو صلبه لكنهم في الوقت نفسه يناصرون اليهود ليس حبا باليهود إنما طمعا بعودتهم يعني النبوء تقول أنه سيعودون بعد أن يعودون سيعود المسيح المسيح المسيحي فالمسألة مترابطة فيما بينهم وهي كلها قائمة على فكرة الانتظار وهذا من خلال هما يكتسبون معنى بقاءهم في هذه الحياة ومن خلال هذه الفكرة يجتمعون معا ويشعرون بإنتما إلى بعضهم من البعض هي بالحقيقة هي أساطير لكن ضرورية لإدامة الصلة فيما بينهم وإلا تفرطوا وانعقد أو انفرط عقدهم أيضا عندما تجي على البودية تجد أن هناك حلم الوصول إلى درجة النيرفانة وأنت تحقق تتخلص من الآلام وهذه الأساسية التي يتحدث عنها بودا فأنت كلما ارتقيت إلى مرتبة تصل إلى مرتبة النيرفانة أو تصل إلى درجة البودا هو المتنور فتصل إلى درجة النور العظم المسلمين أيضا للسنة خاصة ينتظرون نزول المسيح عيسى من المريه من السماء ولكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقتل أعداء من اليهود وعبادة من النصارى تخيلوا هكذا يفكر المسلمون أما الشيعة فينتظروا الخروج المهدي المنتظر من أهل بيت النبوة ويقولون بأن هذا العسكر اختفى الغيبة الصغرى والكبرى ليملأ الأرض بعد ما يظهر سيملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وهذه هي أفكارهم في هذا المجال لكن هو يعني تخلق داخل إنسان رغبة بالانتظار وهي الأخذ من الكلام بأكمله وأقول بأن فكرة الانتظار هي فكرة رأي شخصي أنه فكرة الانتظار فكرة قاتلة ولم تعد نافع الإنسان عليه أن لا ينتظر عليه أن يحقق أحلامه هو أن يضع مشاريعه ويصمم على إنجاز ما يرغب به الدولة التي يحلم بها يجب أن تتحقق في حياته وليس على أمل تحققها هذا يصف في صالح السلطات دينية كانت أو سياسية انتظار فكرة قاتلة وعلى الإنسان أن يكون واقعيا وأن يكون صبورا وليس في انتظاره إنما في رفض فكرة الانتظار أنا لا أنتظر أنا أطالب أن أعيش في دولة حقيقية الآن وفورا لا تؤدي إذا ضع لي خطة خمس سنوات تتحقق فيها كل المشاريع أما تتركني هكذا معلقا في الهواء وسيظهر بعد مليون سنة هذا كلام يجب على كل إنسان أن يعيه يأي خطورته ويأي بأن هذه المسألة لم تعد مفيدة كانت سابقا مفيدة لماذا لأنه تحقيق الأحلام الإنسانية كانت صعبة جدا يعني كان إنسان بحاجة لا يمكن يعني يعني كانت الناس إن أردت أن توطع في أمر بما هو مستطاع كانت الأمراض تفتك بالناس الحوادير العواصف يعني المشاكل الطبيعية أو يسمونها الزلازل الحوادير الطبيعة بشكل عام أختاري الطبيعة أيضا الغزوات الخارجية في أي لحظة ما تعرف يسرقك ناس كان الناس يعني صعب يطلعون من بيتهم على بعد كيلومترات يعني فيجد السلابة أو السراق يترصدونهم فهذه كانت مسألة ليس الحياة صعبة جدا والأطفال يوموتون بنسبة كبيرة جدا والعوائل والعمل بسيط والفقر والجوع وكل هاي المسائل هاي كانت كلها تدعو الإنسان إلى أن ينتظر الآن الحياة اختلفت كثيرا بدأنا نفهم ما هي الأمراض ما هي الحياة ما هي السماء ما هو الهواء ما هو الجسد جسدنا بدأنا اكتشفنا ما هو الهواء الذي تنفسه اكتشفنا ما هو كثيرا ما لا يحصى من أشياء بدأت صارت مسائل بديهية والآن والدولة ما هي والدين وبقى فقط أنه نفهم ما هو الدين وما هي هاي المفاهيم الأساسية حتى بعد ذلك أو بقوم الانتظار بحذاته كما شرحت الآن علينا أن نتخلص من هذه المفاهيم ونعيش هنا في هذه اللحظة ويحدث بعدها ما يحدث في الآخرة هذا موضوع مختلف يجب عدم ربطه في حياتنا على هذه الأرض الدين عليها أن يبقى يتحدث لكنه لا يفرض هيمنته هيمنته علي هو ورجاله وآلهته باسم هذا الوعد الذي يتحقق في الآخرة هذا الشيء لا يجوز الآن ومخجل ووصمة عار على كل من يروج له لأنه سيحاسبه التاريخ مستقبلا الآن كل شيء مسجل وسيصم كل إنسان يغش الآخرين بهذه الطريقة سواء كان يدري أو لا يدري آسف علي طالعا وشوفكم بخير مع السلام أتمنى طبعا أسمع رائعكم وإعتراضاتكم ترجمة نانسي قنقر